موسيقى مساء الخير على حضراتكم جميعاً زملائنا الإعلامين والصحفيين من كل الموقع والقناة المصرية بيشرفنا وبينورنا في مدينة العالمين الجديدة وأيضاً في مهرجان العالمين الجديدة معالي وزير المالية السيد أحمد كوجك وبيشرفنا أيضاً بالحضور الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية السيد عمر الفئي معالي وزير شكراً شكراً مساء الخير يعني الأول سعيد جداً 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 أكون موجود النهاردة هنا أولاً في مكان جميل مكان في متعة وكل الجمال حوالينا بحر جميل مكان جميل مدينة رائعة تعمل بشكل منتاز حاجة كده الواحد يفتخر بيها سعيد جداً أكون برضو في البداية في وجود شركة المتحدة وأستاذ عمر الفئي يعني شخص عاز جداً وشخص بيمس كمان مؤسسة مهمة جداً بالنسبة لنا في سياق الكلام النهاردة يعني لازم أؤكد على أنه أي سياسة أو فكر لابد له من يعني قدر على أن يصل للناس ويخاطب الناس لازم يكون وراه كمان يعني خدمات إعلامية ممتازة ومتطورة فأنا بشكره وبشكر الشركة المتحدة دايماً على أنهم صبقين وبشكر كل القوامين على المدينة وعلى الاحتفالات اللي بتحفل يومياً النهاردة بقينا يعني جزء من زي ما بقوله كده للناس اللي هي بتتابع السوشيال ميديا والأعلام بشكل عام بقت جزء مهم في يومنا نحن نشوف إيه اللي حصل إمبارح مين كان موجود مين قال إيه 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 الحفلات اللي كان موجودة إيه الأحداث والفعاليات إيه الرياضة اللي كان موجودة فبقت حاجة كده في يومنا مهمة فبرضه ده شيء بقى ثابت في يومنا فسعيد جداً بدا سعيد جداً زي ما قلت أن نكون في المدينة النهاردة وجو الحلو دوت والرياضة اللي أخدونا شوية فجايين لعبين شوية رياضة فعظرونا لعبنا شوية رياضة حملونا كده مفاجأة لكن يعني سعيد جداً كمان بأن المدينة نفسها فيها كل المجتمع المصري الواحد حاسس أنه هو يعني بيشوف كل الفئات وكل المجتمعات أسناً وكل الطبقات أنا اتشرفت كمان الأسبوع الماضي أن أنا كنت يعني قضيت ليلة هنا وكنت سعيد جداً بالخدمة وسعيد جداً بالتواجد الحمد لله في الفندق ووجود نوعية متنوعة من السياحة وجنسيات مختلفة مع المصرين طبعاً ومع كل الأعمار فكان شيء جميل جداً أنا حابب أقول حاجة يمكن سعب بتغيب عنا كتير بنشوف الأجواء دي ونشوف المدينة بنقعد نتكلم كلنا على البنية التحتية بنتكلم على كل المباني اللي احنا شايفينها دي واللي معمول على أفضل مستوى واللي هي حاجة نفتخر بالمدينة بشكلها بنتكلم على السياحة بنتكلم على الزائرين بنتكلم على الاحتفالات بنتكلم على الأحداث اللي بيتم وبننسى حاجة مهمة قوي إنه ده مثال حقي على التنمية اللي احنا عايزينها كل الأماكن دي في مئات من الناس اشتغلوا عشان الحاجات دي تحصل في مئات من الناس أو ألاف من الناس حالياً بيشتغلوا هنا عشان خاطر يقدروا يقدموا الخدمات لكل الزائرين في باب رزق تخلق لكل الناس دي ومستمر ووظائف دائمة بتتغير بقى كل سنة وأنواع جديدة بتخش وتطلع لكن في الآخر عدد من الوظائف كبير جداً موجود كل سنة بسبب الاستثمار اللي تم ده عندنا مضموعة كبيرة أول من القطاع الخاص النهاردة بتستثمر وانا جاي كل أنواع بقى المستثمرين من حد صغير عامل مشروع جديد حرة فيه من حد عنده فكرة شوفنا النهاردة واحنا جايين منترا منتج مصر جديد بيخاطب يعني وبينافس منتجات أخرى شوفنا واحنا جايين مجموعة كبيرة من المحلات والأماكن اللي ممكن تكون خلقت مئات الوظائف وشوفنا كمان الأبراد دي والخدمات اللي فيها والفنادق وكل الخدمات المعاونة عشان خاطر يبقى فيهم جميل ويبقى فيه أمور جاهدة شوفنا عدد كبير من الناس بتجهز لمصرحية وعدد آخر بيجهز لحاجات أخرى زملائنا الإعلاميين زملائنا المصورين الشباب الموجود كل دوت بيؤكد على انه في مئات الفرص اتعملت ومئات المستفدين من هذا المكان الجميل فأنا بقول دليل انه دي الشراكة اللي احنا عايزينها احنا الهدف اساسي من التنمية ان احنا نخلق فرص عمل ان احنا نخلق حاجات كينات تقدر تكون لها طبع الاستدامة تبقى جاذبة تجذب مستثمرين تجذب سياح تجذب زائرين سعيد جدا فيه اماكن كثيرة هنا وكل مدينة مفتوحة لكل المصريين وكل الزائرين ومع ذلك برضو في بعض الحاجات اللي ممكن تكون زي مسالح او خدمات برضو بتخلق مجال ترفيه وبترجى مجال كسب العمل ومجال المستثمرين كمان في المجالات دي انها تقدر تقوم بخدمات فأنا يعني الرسالة اللي حاب بقولها النهاردة غير ان المكان الممتاز دوت اللي هو في سنوات قليلة بقى مدينة يعني متميزة وان شاء الله تبقى مدينة كمان على يعني مدينة صحية من الطراز الاول جاذبة لكل الانواع من الزائرين لكن كمان ما ننساش ان حجم الاستثمارات دي خلق حجم كبير جدا ان شاء الله من فرص العمل الدائمة واللي هي افضل وسيلة ان احنا نحسن من المستوى معيشة المواطن المصري هو ان احنا نخلق له فرص عمل جيدة ولائقة ومنتجة ويكون لها صبغة الاستمرارية انا ده اول لقاء ليه يمكن بعد تشرفي بان انا احلف اليمين وزيراً للمالية بعد عدم سنوات كنائب وزير المالية وانا بتشرف اساساً ان انا بنتمي للوزارة المالية لسنوات المنتدة واشتغلت جوه الوزارة وخرجت ورجعت وخرجت ورجعت فبنتمي لهذا الكيان ويعني احب استغل الفرصة دي ان اقول شوية اولويات او رسائل الحكومة مكلفة بيها من صحانة الرئيس وكمان وزارة المالية تحديداً مع باقي زملائي في المجموعة الاقتصادية احب اتكلم عليها انا بتشرف ان انا اكون منصق ومتحدث رسمي باسم المجموعة الاقتصادية فقد اكون مع زملائي في المجموعة الاقتصادية فرصة ان انا اتكلم على بعض الاولويات لنا كمجموعة وكفريق لانه في الاخر بالتأكيد احنا ننجح كفريق ان شاء الله بإذن الله ولازم نعمل كفريق واحد ونتعاون مع بعض في هذا العمر ففيه ثلاث اولويات حاومي بتكلم عليها سريعاً مهم قوي ان نركز زي ما تقال قبل كده من كل زملائي يمكن الخط العريض هو ازاي نحاعمل تنمية بشرية وتنمية تعود بالنفع والنتاج ملموسة على المواطن المصري احنا في المجموعة الاقتصادية فيه ثلاث اولويات ان شاء الله اتحقق لنا الهدف الرئيفي دوت الموضوع الاولاني هو ان باذن الله احنا وتعدينا في المالية ان شاء الله احنا بصدد ان احنا نجهز حزمة كبيرة جدا متصقة لتحسين الخدمات والعلاقة والثقة ما بين المصالح الايرادية واهموم من صحة الدراج المصرية والمستثمر ومجتمع العمال ده اولوية اولة الثقة وعودتها بكوة وبناها تاني بشكل يسمح بانه فيه خدمات جيدة يسمح تاني ان احنا حقيقي نبقى صدقين في فكرة انه الممول ومجتمع العمال والمستثمر بشكل عام ده شركنا شركنا واحنا مهم احنا نعمل عشان هو يكبر ويتوسع ويبقى عنده قدر اكبر ان هو يخلق فرص عمل اكبر ويخلق اسواق جديدة ويطلع برا مصر وينافس ويوجد فرص اكبر لكل المصريين فدي اولوية اولة واحنا الحمد لله يعني بنجهز الامور في هذا العمر وان شاء الله ورايب قوي نبقى عندنا فرصة ان احنا نطلق هذا العمر لكن ده موضوع مهم رسالة الاساسية فيه انه انا بؤكد انه الممول والمستثمر هو شركنا لازم تروح له خدمات جيدة لازم يحس بالخدمة دي وفي الاخر لازم يحس المواطن انه هو الممول الرئيسي لكل عمالات التنمية ده هو في الاخر صاحب رأس المال هو المواطن هو اللي بيمول حاجات دي من ما يتم سداده لكن كمال لازم ياخد مقابلها خدمات ولازم ياخد مقابلها خدمة جيدة فده ان شاء الله على رأس الاولويات وبنفس النهي كل ده ملايك المواطن دي في كل مجالات ده ازاي ندر ندعم المستثمر ومجتمع الاعمال عشان مصر ان شاء الله يبع عندها قاعدة استثمارية قوية جدا محلي او اجنبي صغير او كبير حد بيبتدي وظيفة او مشروع او حد بيتوسع او شركات كبيرة احنا عايزين يبعندنا كمال شركات كبيرة مصرية وعايزين يبعندنا ريادة اعمال قوية وعايزين يبعندنا مستثمرين صغيرين بيبتدوا اول خطواتهم بنجاح ويلاقوا اللي يعتبرينهم ويكبرهم واليوف جنبهم بما فيهم مصلح ضرائع فان شاء الله ده يبقى اولوية اولى الاولوية التانية بنسبالنا ازاي ترجع تاني في السياسة المالية تبقى داعم اساسي في السياسة الاقتصادية في العالم كله اهم السياسة تحت جيد الحكومة هي السياسة المالية فانحنا عايزين السياسة المالية تبقى مش من وجهة نظرنا من وجهة نظر المجتمع ومجتمع الاعمال والمواطن المصري شايفها انها بتساهم وساهمة كبيرة او في التنمية سواء بشكل مباشر من خلال ادواتها او بشكل غير مباشر من خلال اتاحة كل الانوال والمخصصات الكافية من زملائنا في الحكومة عشان يقوموا ببرامجهم التنوية او الخدمية فان شاء الله ده برضو مع لف مهم جدا ان شاء الله هيبقى فيه شغل جيد وشغل ايجابي جدا الفترة القادمة والحاجة التالتة هو ببساطة ان احنا عايزين نضمن انه ديننا وخدمة ديننا وعبقنا ديه في تحسن ويتدخفض بشكل كبير ونتطمن ان احنا في وضع مالي مطمئن ان شاء الله ووضع مالي افضل بكتير كمان للسانوات القادمة واهم من دا وده كمان نتأكد ان احنا بنطمنين لولادنا والعجال القادمة ان احنا يعني وضعهم المالي ان شاء الله يبقى مستقر ونسيب وضع مالي في مكاننا جيدة بتقييم الناس او بتقييم المؤسسات او المؤسسات الدولية وان شاء الله الدين برضو وخدمته وخفضه ان شاء الله اولوية مهمة جدا التالت حاجات دولة اللي بيربطهم هو ان بعدنا اقتصاد بيمه فيه تنمية بتحصل قطاع خاص يقدر يقود مجالات عديدة مستثمرين تقدر تكبر وتحقق احلامها وفي الاخر دا كله كشركاء بيعود علينا بارادات بيبع علينا بتنمية بيبع علينا بفرص عمل حيخلينا نقدر نمول حياة كتير قوي تمث المواطن من خدمات من توفر سلع من بنية تحتية افضل وغيرها من الامور اللي تهمهم فانا حبيب بس بسرعة جدا كده استغل الفرصة لتواجدي مع حضراتكو وانا شايف انه الحمد لله يعني كل الكنوات الموجودة معانا وكل المنابر الاعلامية موجودة ففرصة كان انا احكي كده سريعا عن بعض الاولويات مرة تانية اتشرف بيبعود اليمنى هاردة معاكو وباشكر حضراتكو بالوجودكو بردو وباشكر جدا جدا شركة المتحدة وهاختم اقول انه يمكن استوعان ريا قط 1300osis 들 يكلم بس انا من اول يوم بالنسباتم لازية الشراكة مع كل المؤسسات الالالمية وبنخص كمان شركة المتحدة هنحتاجنا تكلم كتير وهنحتاجنا وصل معلومات كحكومة ومحتاجين نسمع ومحتاجين يبقى عندنا رد الفاعل ومحتاجين يبقى عندنا دايماً تواصل احنا نوضح وكمان نستمع فبالتالي وجود شريك برضو اعلامي قوي وشركاء اعلاميين ويعني حد نص فيهم وبهنياتهم احنا عندنا امل كبير جداً ان هذه الشركة ان شاء الله السامات القادمة والفترة القادمة تبقى لها مردود ايجابي جداً على عملنا وعلى انتاجاتنا وعلى كمان تواصل مع المواطنين وعلى المصريين بشكل عام المرة تانية بشكركم على تواجد النهاردة معاكم الفعيل جداً اكون معاكم النهاردة مساء الخير يا ريب جميعاً الحقيقة انا بشكر معالي الوزير على حضوره النهاردة انا عارف كم الشغل وكم العمل اللي عنده يعني المخصصتنا النهاردة من وقته جيه احنا بنشكره جداً الحقيقة احنا ده مش اول لقاء معاكم الوزير احنا كان فيه لقاء قبل كده معاكم الوزير وقعدنا تكلمنا في حاجات كتيرة جداً على التعاون ما بين الشركة المتحدة ووزارة المالية هموم الصناعة اللي احنا بنعاني منها شرحناها كلها معاكم الوزير الحقيقة ما لقناش غير كله تفتح يعني الحقيقة افكار out of the box يعني الحقيقة احنا صعدة بالتعاون مع وزارة المالية في كذا ملف يعني الحاجة التانية انا بس عايز اقول انه احنا السنة دي احنا شغالين مع اكتر من 25 شركة من القطاع الخاص سواء شركاء هم اللي عاملين يعني المنطقة دي كلها معمولة مع القطاع الخاص مش احنا اللي عاملينها لوحدنا سبلايرز الاف من العمال وده بيدي حركة للمكانه بيدي حركة للاقتصاد احنا الاف العمال السنة دي شغالين مع الشركة المتحدة فيها حوالي 46 شركة فيها حوالي 9000 من المنتمين للمجال الاعلامي احنا بنفخر بده الجهد اللي عاملين زملائنا في الفترة اللي فاتت جهد كبير جدا والحقيقة انا بشكرهم عليه على كل المجهود اللي هم عاملينه في الفترة اللي فاتت احنا بنشتغل في جميع المجالات الاعلامية والانتاجية وكل ما يخص الاعلام والفن والثقافة ولما كنا بنكلم مع معالي الوزير مرة فاتت كنا بنكلم مش بصفاتنا الشركة المتحدة كنا بنكلم بصفاتنا من الفيلد ده بنتكلم على الفيلد الجنرال مش بنتكلم على الشركة المتحدة فانا بشكره جدا وبشكره لتساعد صدره ومتشكر لكم جميعا معالي الوزير احنا بننتهز فرصة وجود حضرتك بعد اذن عمر بي ان احنا نفتح الباب للأسئلة من السادة للزملاء الصحفيين يلا انا سعيد جدا بقى ده اول بقى ايه حوار طويس فضل حضرتك السعادة يا فندم جدا باللقاء ده وحضرتك اتكلمت في نقطة مهمة جدا في بداية كلامك هي فكرة السياسات الضريبية اللي هتشجع الاستثمار وكمان التصدير ايه اللي الوزارة هتقدمه جديد في هذا الملف وخاصة كمان للمستثمر الصغير وحليك قلت انك بتعقد اجتماعات مع عدد كبير من المستثمرين في القطاع الخاص علشان تناقش هذا الملف حليك اكيد لامس ان كتير جدا من المستثمرين الصغار بيبقوا خايفين جدا من فكرة الضرائب وسياسات الضريبية وده يعني برضو ملف احنا نشكر الحاكم ان هو يكون على اولوية الوزارة ومحتاج فعلا توضيح كتير وكلام كتير لا انا اللي بشكرك على السؤال وهو سؤال يعني لو احنا ما ادرقناش ان هو سؤال في زهن عدد كبير جدا من المصريين على فكرة بجميع انواعهم يعني حتى المستثمر الصغير المستثمر الكبير حد داخل مصر عايز يعرف بعض الامور بص عدرتك في بعض الامور اللي ان شاء الله بنؤكده عليه احنا مهم قوي لأي مستثمر مجموعة حاجات المهمي بعارف زي نقوله رأسه من رجلين عنده وضوح رؤية عارف ان هو الاربع خمس سنوات القادمة ايه انتزاماته ايه حقوقه الداول اللي هتعمله ايه من مساندة وابعارف المساندة دي حجمها ايه 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 نوعيتها ايه شروطها كل الامور دي اللي انت بواضحة بشكل عام مش بس في مجال الدرائب ولا جمالك ولا عموما في السياسة الاستثمارية في تمويل في الاوضاع الاقتصادية يبني اي مشروع عشان تبنيه وتنجح لم يبقى عندك شقدر من استكراه ما تدرش تبنيه على فرضيات وبعد ثلاثة ربع سنين تلاقي فرضيات دي تغيرت حتى لو جزء منها ما تغيرش لو هي بقت مؤثرة جدا بتأثر عليه وعلى تفكيره اه محتاجة شوية مرونة ومحتاجة شوية سلامة ما فيش حاجة في الدنيا بتخطها بشكل ضقيق مية في المية فيه متغيرات بتبع حوليك لكن احنا بنوعد ان احنا حيبقى فيه وضوح كامل للرؤية حيبقى فيه استقرار جدا في الاوضاع المالية وهيبقى فيه وضوح كامل لحقوقه وهياخدها وهياخدها وهياخد خدمة مقابل ان هو زي ما قلت الممول الاساسي لكل احنا شايفينه دوت فهو النهاردة شريك وليس ممول بمعنى التقليدي عايزين يحاوله من ممول لشريك هو يحس ان هو شريك وعايزينه يحس ان احنا وراه وعايزينه يكبر ويتوسع فده محتاج برضو منا قدر من خدمات المختلفة انا مش عايز اسبقى الاحداث لان احنا لسه نخلص بعض الامور لكن اوكد لك سواء المنشآت الصغيرة سواء المنشآت المتوسطة سواء لرادة العمال او المستثمى الكبير حيبقى فيه اخبار ايجابية قوين شو الله تفضل مساء الخير على حضراتكم برحب حضراتك مع الوزير انا محمود جميل من القناة الاولى ويمكن عايز اسأل حضرتك على كيفية التعامل مع الموازنة المالية الحالية بعد اعتمادها وحبين يعني نعرف بشكل توضيحي ولو بسيط عن الدور اللي هيكون في الموازنة لمدينة العالمين الجديدة والاستثمارات اللي هتكون للمشروعات المختلفة سؤالي التاني يمكن حضرتك تحدثت عن التعاون الكبير مع الشركة المتحدة واهمية وجود الشركة المتحدة في التعاون المختلف اللي ممكن نشوفه مستقبلاً في التعاون ما بين حضراتكم كوزارة المالية والشركة المتحدة ومدى مساهمة مهرجان العالمين الجديدة في جذب المستثمرين والاستثمارات المختلفة شكراً الجزء التاني السؤال مهم جداً يعني نقول برضو بعض الفضوط العريبة فيه موضوعين زي ما عمر بيه كده اوضح في كلمته فيه موضوع يخص الشركة المتحدة كشركة بتقدم خدمات العالمية متميزة جداً نقدر زي ما تقال فيه عدد كبير من الشركات تحت الشركة المتحدة بتقدم انواع مختلفة جداً عشان نقدر نوصل الرسالة والإصلاح ونسمع برضو طلبات المواطنين احنا محتاجين نوعية متنوعة جداً من الخدمات فبالتالي يعني الشركة تقدر تضح لنا بلاتفورم تنافذة ان احنا نصل بميهمية وبحيادية وبضقة لأكبر قدر من الستيكولدرز او الناس اللي احنا بنخطيبها يعني فده جزء مهم جداً حيبقى فيه أشكال متنوعة وأشكال مبتكرة ونحن بنخطيب برضو الشباب ونوعية الميديا الجديدة محتاجة منا خطاب مختلف ومحتاج منا تواصل مختلف فده نوعية تقدر تقدمه لنا الشركة المتحدة بخبراتها بقدراتها لكن كمان احنا اتكلمنا بشكل عام لفكرة اللي ممكن نعمله من مساندة وساعة أفق مع عموماً صناعة الانترتيمت بشكل عام وصناعة السينما والدراما والمسرح وغيرها من الأمور النهاردة دي صناعة زي اي صناعة وصناعة دي قائمة على تنافس وقدر من محتاجها استدامة استدامة مالية وكدعة منثة وعلى جذب المستثمرين من جوة من برا ونبقى مفاتحين جداً على العالم فده محتاج منا شوي التعاون هم قدموا أفكار جادة جداً واحنا بندرسها بدقة وبندرسها كمان بانفتاح جداً وقدرين ان هذه الصناعة ان شاء الله يعني تاخد مصار تنموي ومصار متأسف مصار يعني من النمو والازدهار الفترة القادمة كبيرة قوي فأي دعم من ناحيتنا ومساندة هتكون برضو من الحاجات اللي احنا بنتكلم عليه حقيقة بقى سألت الجزء أوليني على الموازنة وبداية العام المالي أقولك أنا أصنعي عمليات عموماً يا فأنا عدت سنوات طويلة من العمل من تحت خالص في المالية فعندي فكرة جيدة بالموازنة بالتأكيد وطبعاً كناية بكينت موجود فلا الموازنة الحقيقة عموماً فيها برضو قدر من المرونة يعني طبعاً ببقى فيه حاجات جت بدأت سنة وخلاص تحددت حاجات سيرة مبرادة لكن فيه قدر من المرونة تسمح لنا برضو انه نتعامل مع أي أولويات أو أي أمور جديدة احنا حديك مثل بسيط احنا من كام يوم اطلقنا مبادرة جديدة مع ودارة السياحة عشان نقدر نحقق الهدف بتاع 30 مليون سياح حاجة أساسية منه ان احنا جيب عندنا منتج جيد وبالتالي الحمد لله يا ربنا يعني وهاب مصر تنوع شديد جداً في المنتجات وده حاجة من اللي احنا شايفانا النهاردة ده منتج سياحي على طراز فريد لكن من الحاجات اللي احنا محتاجين نستثمر فيها بكوة هو غرف سياحية تناسب جميع الاحتياجات وبعدد أكبر لأن في الآخر اللي هيجي دوت من بره محتاج غرف محتاج خدمات فاحنا عملنا مبادرة جايبة جداً مع وضات السياحة لكل المستثمرين اللي هيعملوا الفترة القادمة استثمار سريع في الغرف السياحية وقدروا وينفذوه بسرعة عملنا مبادرة بخمسين مليار جنيه لتقدر تدي تمويل منخفض التكاليف تساعد على سرعة الإنجاز وعلى تحقيق الغرض دي موعية الحاجات اللي هتشوفها كتير قوي بإذن الله في كل المجالات في مجالات تانية في كل مجالات الإثمراء بحيث ان احنا نبقى الدائم للتنمية دي بناها تحصل فيعني إن شاء الله الموازنة زي سنوات الموضية برضو هنلتزم ونحاول نحاقها مستدفتنا لكن زي ما قلت كده في أولوياتي انه احنا عايزين السياسة المالية ترجع تانية تبقى عنصر مؤثر جداً في التنمية وفي السياسة الاقتصادية وليس فقط في الانضباط المالي المهم لكن بجانب الانضباط المالي عايزين كمان يبقى فيه تنمية الناس تحس بيها محلي الوزير أستاذ عمر الفئي بنرحب بحضراتكم وفي الحقيقة في البداية احنا دايماً بنكون سعداء بإدحتنا الفرصة للنقاش مع حضراتكم من داخل مدينة العالمين سؤالي المحلي الوزير ايه هي الفرص الاستثمارية في مصر وسياسات المحفزة لدور القطاع الخاص سواء المحلي منها او الأجنبي في الاقتصاد المصري في مصر بشكل عام وتحديداً في استغلال مدينة العالمين وفرصة وجود مهرجان العالمين والشراكة بين الشركة المتحدة والخدمات العالمية انا متصور انه لو رجعنا كده بس بهدوء نفكر في مدينة العالمين هي جزء مهم جداً من هذا الاقليم اللي هو ممتد انتجاز الاسكندرية وممتد معانا لآخر الساحل الشمالي فالساح الشمالي ده مكان متميز جداً احنا كمصريين بنستمتع به بانما سنوات طويلة عندما الفكرة دلوقتي ازاي نخليه دي استنيشن ازاي نخليه مكان حقيقي جاذب عالمياً اقليمياً للسياح اللي احنا شايفينه اليوم ده جزء من هذه من الخطة دي جزء مهم جزء ان احنا نشوف حجم الفنادق دي ونشوف ان حجم الفرص المتاحة هنا الجذب الموجود الخدمات الترفيهية في الآخر كلها بتخدم المصريين وبتخدم كمان كل السادة الأفاضل اللي بيطورونا في الصيف وده تمنى تكون زيارة ممتدة لبعد الصيف وعشان كده تعملت المدينة ان يبقى فيه مدينة لها شبه الاستمرارية وتبقى دائمة وتقدر تجذب عدد من المواطنين يسكنوا فيها ويبقى فيه تواجد دائم وبالتالي يبقى فيه سياحة ممتدة حتى خارج الشهور التقنية فالحقيقة ده جزء مهم جزء مهم ان يتعامل حاجة تقول لكن احنا مش عادين استى برضو ان احنا فيه استثمارات كبيرة اوى اعلنت مؤخرا في المكان ده احنا صفقة رأس الحكمة اكبر صفقة في تاريخ مصر الاستثمار ان احنا بعنين صفقة بهذا الحجم وفيه شراكة بهذا الحجم وبعديها اسمعنا عن صفقات كتيرة اوى من قطاع الخاص اعلانها مؤخرا على انتداد السحر الشمالي فده كله يمكن كان سهل وجود مدينة زي مدينة العالمية بقت موجودة دولة بتقول بقى ده اولوية ممكن ده له اولوية احنا بنحط فيه استثمرات احنا خدنا الخطوة الاولى واستثمرنا وبالتالي المستثمر الخاص والاجنبي او المحلي بقى شايف ان فيه خطوة امن بها الدولة وبالتأكيد ده ساعد وسهل المسألة لكن نسا احنا في بداية المشوار يعني احنا عايزين ان شاء الله كده نحلم ان احنا نيجي هنا بعد سنوات ونلاقي ملايين من الساحين موودين هنا بشكل منتظم سواء اللي بيجوا بشكل يعني موسمي او حتى اللي عندهم استثمار هنا او عقار هنا او بيجي بشكل دائم هو اسرته فالمكان هنا بداية لهذا الحلمي بسوء الله طبعا مع الوزير برحب بحضرتك وبرحب السيد عامة طبعا احمد غنيم بقناة الحياة حضرتك كنت صرحت بان السياسات المالية هتكون ان شاء الله من الفترة الجاية هتكون تدعم بشكل اكبر الاستثمار في الصحة والتعليم وتعزيز القدرات الانتاجية والتصدرية لو حضرتك تكلمنا بشكل مفصل عن اهم الخطوات اللي هيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة او ملامح انا بخصوص هذا الشكل التنمية البشرية صحة وتعليم صقافة ترفيه اعلام كل ده في الاخر عندنا حتى في جوه وزارة المالية قطاع التنمية البشرية بيغطي هذي المجالات تحت قطاع واحد وحنا على فكرة خلقنا هذا القطاع وغيرنا فلسفتنا في ادارة القطاعات لهذا السبب ان احنا بنرى التنمية البشرية حاجة متكاملة في مجموعة بقى من الحاجات ممكن نقولها واحد ان احنا بنؤكد على انه هذا القطاع سيكون هو صاحب المصيب الاعلى في زيادة المخصصات المالية لكن ما تنساش ان احنا زي ما قلت في الاول احنا فريق عمل احنا دورنا كوزارة مالية انه زملاءنا في الحكومة اللي قائمين على هذه القطاعات نبقى في ظهرهم ونسندهم ونبقى بنحلم معاهم ان احنا نشوف طفرة كبيرة احنا دورنا ان احنا نساعد في هذا العمر من الجانب المالي ودورنا كمان نتأكد ان احنا عندنا كفاعة كبيرة في الانفاق ومنحق العائد دوت عشان كده احنا بنعمل دلوقتي موازنتنا وفقا لحاجة اسمها موازنة برامج والاداء ان احنا فكرة ان احنا نحول انفاقنا ده لمشروعات ومبادرات فغيرة نقيس اثارها وبحيث ان احنا نطور من نفسنا ونقيس رضا الناس عن هذا العمر فعيبقى فيه زيادة كبيرة جدا في المخاصصات مقارنة بغاية المخاصصة يعني تاخد اولوية دايما هنبقى دايما دعمين لكل المبادرات اللي هي لها عائد تاوي تأمين الصحي الشامل مثلا حاجة من حاجات اللي احنا بصدد التوسع فيها وده كل محافظات جديد نقدر نتكلم على كل البرامج اللي هي خاصة بالدعم الناقي دي انا عارف كان زملتي هنا مويا مرسن بارح كان موجودة او الايام الموضية كان موجودة اتكلمت على بعض البرامج المهمة جدا اللي بتصل لعدد كبير من المصريين اللي فعلا ممكن يكون فيه يعني من الفئات الاولى بالرعاية والبرامج دي بتساعدهم على كمان تمكينهم اتصاديا بجانب كمان اي قدر من المسندة مطلوبة انما فيه تمكين كمان جيد فده برامج احنا بنمولها وبنحاول نتوسع فيها نحاول نزودها فكرة الاساسية اللي انا بقت بيها كلامي في الاخر افضل قدر من او افضل برنامج لتحماية تمام من وجهة نظري هو خلق فرص عمل لأيكم مفيش افضل ممكن ده افضل حاجة تضمن انه بفيه تحسن حقيقي ملموس الشطارة بقى ان احنا نعمل دوت بعدد كافي فالناس تبتيت حس او اكبر قدر من الناس يحسوا مش مجموعة من الناس تحسوا فارجع تاني اقولك التنمية والاستثمار والقطاع الخاص ودور الدولة وخلق فرص عمل وخلق مجالات جديدة التنمية هو ده افضل يعني مرنامج قومي للحماية الاجتماعية هو خلق فرص عمل منتجة ولائفة للمصريين الوزير برحب حضرتك ساز عمر برحب حضرتك انا خلود الرفاعي مراسة بقناة دي ام سي في احدى تصريحاتك مؤخرا معليك دكرت انه مجلس ادارة صندوق النقل الدولي وافق على المراجعة الثالثة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي ماذا عن اهم النقاط اللي هيتم التركيز عليها خلال الفترة اللي جاية من جانب حضرتكم واسمح لي اسأل اوجه سؤالي استاذ عمر تواجد الوزرات في هذا الوقت تحديدا من مدينة العالمين الجديدة وتحويل منصة مدينة العالمين الجديدة من مدينة ترفهية او منصة ترفهية وتنموية ايضا ماذا يعطي للعالم من رسائل شكرا يعني صندوق النقد الحمد لله صندوق النقد مؤسسة شريك معنا بالفترة والحقيقة شريك مهم دوليا وشريك محايد اهميته انه كمان العالم كله بيراه انه هو مؤسسة تقيمها انه صدى جيد عند المستثمر عند المؤسسات الدولية وشركات الدولية فالحمد لله ان احنا المراجعة الثالثة تمت بنجاح وكان فيه اشارة كبيرة في مجلس ادارة بالبرنامج وسيرو تركزنا زي ما قلت نفس الاولاد اللي انتهى تقريبا احنا بنحنعكسها في البراجعات القادمة مهم قوي قوي ان احنا نرى اهم يعني الاقتصاد المصري بحق معدلات نمو وتنمية اعلى مهم قوي ان احنا عندنا تاني ثقة كبيرة ما بين مجتمع الاعمال والمستثمرين ومصالحنا دي كلها اولوات الاصلاح الفترة القادمة فتفاصيلها بقى هتتأكس في مراجعة القادمة اه اه انما بشكل عام الحمد لله ان احنا يعني اطاعنا شخص جيد في هذا البرنامج برنامج داوات برنامج وطني سعداء من شركاء دولين على فكرة مش بس السندوق احنا النهاردة عندنا مجموعة من الشركاء مهم ان احنا من نغفلهمش ان عندنا برنامج ممتد مع سندوق النهعد الدولي عندنا برنامج ممتد مع اتحاد اوروبي اكبر برنامج أتحاد اوروبي اعمله كشراقة مع دولة خارج اتحاد اوروبي كانت مع مصر وشريك مهم عندنا شراقة جديرة مع البنك الدولي ومتدى لمدة ثلاث سنوات عندنا زميلتي العزيزة وزيرة التخطيط والتعاون دولي بتشقف على حزمة كبيرة جدا من المساعدات والبرامض مع كل الأطراف فكل ده بيرجع لنا بفوايا كتير قوي من تنوع على فكرة حتى المستثمر الدولي بيبقى مهتم جدا بهذه الشراكات بتحديدنا تمويل مؤثر وتعويل المدى فيعني هي شراكات بتحقق لنا أهداف كبيرة قوي مباشرة وغير مباشرة أهمها أن يبقى فيه قدر من الزخم من الاهتمام من المستثمرين على الاستثمار في مصر في بقى عمر بي